السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا الاخير وباخير ويوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد فيديو مشتريات يعني من الفيديوهات الاكتر طلبا على القناة ومشتريات هاد المرة مشترياتي من المغرب ومشتريات اللي خديت يعني مؤخرا عدحان الوقت باش ننصور لكم وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستفدو واول حاجة نشارك معكم هي هاد النب هادة اللي خديته من المغرب تمن ديوه كان تمن جد مناسب صراحة خديته 150 درهم مهم هما كيقولوا عني اكتر ولكن كتعرفوا في المغرب كتشتروا لعراسكم وكي نقصوا لكم مهم التمن باش خديته كان 150 درهم كدج مع هادة ناشتر سربيتة ودعت فوق منه هاد البلاستيك هادة او الشفاف اللي عندو احد دونتل هكذا في الجنة بشكل يليو كي يجيزوين هكذا كتعرفوا مع الوليدات ودق الشي يجب ان يتوسخش فقد كدجت فوق منه هادة البلاستيك وكيشي يشكل يليو زوين لانه تخون سبغون كيبقى كيبن المنظر وكيحافظ لكم على النب ديالكم خديت كدالك هاد السوينية هادة مع البريري كيسان البنات كانوا فيهم تخفيض خديتهم 80 أو 70 درهم يعني كانوا ذاك المحل اللي خديت منه كانوا حطينهم تخفيض كيجيو هكذا فيهم ذاك النقيشة بالضغي وفيهم في القاعدية لهم اللي كل الوينات اللي مختلفين كيجيو 12 ركاس يعني بوحدة من اللي اللي زمع زوين بزاف خديت كذلك هات السنية اللي كتشوفو هي كتجي في الغجنتي وفي الضغي في جنيبات خديت لها هات البريريد هذا حتى هو في الغجنتي يعني ديل اينوكس كجي مع هات شوي شية هاتي بالنسبة للتمن ديل للصينية فهي كان تقريبا شي ميتين وميتين وخمسين والبرات التمن ديله كان 320 درهم والكويسة تدوي الشكليرهم صراح الشكليرهم زوين بساف وحتى التمن ديلهم كان يعني جد مناسب كتعرفو دابال الضغي دابال ان تندانس كتعرفو دابال الضغي دابال وكي ان شاء الله مرة أخرى كتعرفو دابال الضغي خديت كذلك هات البريريد هذا تخونس بغض كي يجي هكذا دي الجاج صراحة شكل ديالو كيوت كنوريكم هنا البنات عنده واحد لعيبة هكذا كيشفتوا بحالت قيبات الماء كتبت فيها هذيك اللقفلة باش ما كتتحركش يعني اللقفلة دي البرد ما كتتحركش يعني ما تخافوش تتدير يعني تتطايح ولا شي حاجة كي يجي مع هات شويشية هاتي في الحمار كي يجي مع هكذا ديك واحد اللعيبة كي يجي مع هاك باش كتحطوا علي هكذا البرد ديالكم باش ما يترتقى لكم باش معه يكون سخون هكا و تحطوا على على الماء ولا شي حاجة ومنسبة الهدافة يعني باقي ما استعملتوش ولكن قال لي يعني الصيد اللي خدت من عنده قال لي انه كي يتبخ فوق البوطة و كل شي ما تخافوا عليه هتا شي حاجة يعني غير البوطة ما تكونش يعني مجهة بسف يعني تقدروا تتبخوا فيه هاتي ديالكم فوق العافية والتمن ديالو كان 140 درحم كذلك خدت هاد البريقة هاد البنات خدتو التمن ديالو هذا ما حقلش المثل التمن ديالو ولكن مكان شغالي بسف يعني من ضنش يفوت 70 درهم هو يعني ديال توركيا يعني كيجيبهم من توركيا خدتو علود القهوة ولكن هو راه كي يصلح الاتاي والقهوة و دارور داروري البنات ما ناخدو الكيسان يعني دي الاستعمال اليومي خدت الكيسان اللي غنيين عن التاريف اللي هما العنبة كان وريكم البنات هات الماركة هادية الماركة الأصلية السيفام اللي انه السيد اللي خدتو من عنده ولي شرح لي يعني الفرق فا ذوك الكيسان اللي يكونوا فيهم ذاك العنبة بحل مسبوغة يعني كتكون شكل يكون يعني اللون ديالها أبيض كتكون يعني غير غير مسبوغة اما هادف يكون يعني مصنوع الكاس يعني هدول العنبة الحقيقة يكون يعني مصنوع الكاس بذيك العنبة فيه يعني ذاك ذاك الموتيف مصنوعين فيه يعني ماشي اسباغة وصافي هادوك يجيو 12 كاس لبنات تمن ديلو مكان يمكن غير 30 درهم ستعمل لي هكذا خديت كداريك ربنات هادا السوداء ديال كيسان هكا كيزي افوق منهم كيزان ولي التاس تمان ديلو مكان نقص لي شي حاجة ولكن حتىني لنتحدث تمانين درهم ولكن في الاخر نقص لي يعني انكم كل حاجة نقص لي شوية كيجيو عاليها تحتوا هادا تضعها تحت الكاس و يأتي شكل الوزوين فقط بلغ الطيوف و يمكنك أن تضع حليوات أو شيء في الجنب مع قهوة أخذت كذلك هذه العيبة الشبكة يأتي بحلقة صفاية تضع فيها البطاطا فريت أو البطاطا فريت أو البطاطا فريت أو أي شيء مقلي أخذت منهم 4 أو 8 أو 23 درهم و يمكنك أن نقص لي 3 درهم و أخذت كذلك هذا الشكل يمكنك أن تضع فيها الفاكية يمكنك أن تضع فيهم الزيتون و الزبدة و العسل يعني يأتي الشكل و منظرهم جيد فقط طبلا و الثمن يمكنك أن أخذتهم بـ 20 درهم من الوحدة يمكنك أن تضع فيها كنبن و أخذت معي كذلك هذه العيبة تأتي بحل قربة وهي ليس كبيرة يعني غير صغيرة إن شاء الله هذي سنستعملها في ندير فيها زيت سيتون و سنستعمل كجي ديكور كذلك في الشكل في المطبخ جبت كذلك هذه المبخرة هذي صراحة لم أخذتهم لا أعرف لهم أخذتهم كذلك كذلك أصحب الكثير بتطورك هذا المنبخرة كذلك تطورك من الأشياء من الأجزاء لستطورة العودة لأ質ام لقد أخذت أتقل لكم أنقل لكم المنبخرة ويضع طلبة قطعت اللبنة ولقد وقت أخذت تفادي سواحة ومتبقائها كذلك لقد أحد شكل ثانيه هكذا فيهم احد الماغنيت هكذا يلسقو هدو في تلاجه يجبونون بزاف منظرهم ملغوزمو ملقيت شعني بحالهم مازال وخديت هاد تعاريجة البنات هادو هادو تمنديل هم كتعرفو يعني كيكونو عنير خاص بزاف يمكن ايشي خمسة ينضيين الوحدة ولاتات الدرام الوحدة وخديت هاد القوال بلسكر هادو البناتر هم سكر يعني قوي البترين ورين دي السكر نزيلين حتي بزاف تمديرهم ليمكنش يستدرهم استدرهم كي ديرو خليت منهم هكذا اربعة دي القوال بلسكر عشرا انتقل اراج فيبط قل البنات ارماع راح تقالين اقديت كدلك هاد الببوغت كله هادو كيه جميل داروري نجيب هكذا شئ حاجه من المغرب اقديت كدلك هاد ششيئة البنات هاد شوشه هادو هذا هو خاصة يكون غابشي 30 ريالي ممكن للوحدة بشيخ خديتهم نزوي من هكى البريرتات كل مرة يعني تنوع وكل مرة تديروا لون نسيت لبنت ما قدلكمش بنسبة لدوك التعرجات والقوات السكر فهما تقدروا تزينوا بهم هكى الفاكية في مناسبة للحشورة مثلا لشي مناسبة عندكم كتتتزوقوا بها هكى المائدة فكيشي شكل ديرهم زوين بسهب صراحة حريتهم غير الدكور وصف البنت هنى خديت هاد المقلة هادي بحال ديال وجدة هي مشي ديال وجدة البنت هادي ديال لماكم التمن ديال ها شوية ركن مكتوب عليها غان سيد الله وعلم ماشي 120 درهم التمن ديال ها طالعشي شوية ولكن مهم بكتجي مع واحد سباتشل والحجم خديته يعني كبير هذه اكبر حجم خديته ما عنديش داك الحجم وخديته أخذت هذه المقلات من محل واحد من محل واحد من البغرير من البغرير من البغرير من الحجم الصغير وعافوا الوليدات بحلقة الأحجم الصغيرة ومسخة بكم البنات والكين فيديو دي أتمنى أن تكونوا استمتعتون أن تشاهدوا الفيديو وتكونوا استفتوا معي ويكونوا خفيفة ضريفة على قلوبكم لا تنسوا كذلك تدروا لي لايك وتخلوا لي تعليق لكي يفرحني أكيد لنقرأ تعليقكم واحدة بوحدة ونرد لكم واحدة بوحدة شكرا بزاف على المتابعات نخليكم على خير نقول لكم إلى اللقاء إلى فيديو مقبل إن شاء الله